وبعد أن وقفنا على مفهوم البحث ومناهجه لغة واصطلاحا، يطيب لنا أن نقف الآن لإبراز أهمية البحث وأصوله، إذ إن هذه النقطة من الدرس تقف بنا على ضرورة دراسة هذا المقرر. ما الأهمية التي يجيبها دراسة هذا البحث؟ إن أهمية البحث العلمي كبيرة متعددة، لكننا نستطيع الوقوف على بعضها. منها البحث العلمي مع كونه ضرورة تلازم الإنسان وتصاحبه، إلا أنه فرض شرعي كما هو مقرر في شريعتنا الغراء، وكذلك يعين البحث العلمي على حل المشكلات المجتمعية والفرضية والأسرية. كذلك المجتمع يحتاج إلى التقدم والرقي، يأتي دور البحث العلمي في هذا المضمار. ومن أهمية دراسة البحث العلمي أنه يسر للإنسان التمتع بنعم الله سبحانه، والاستفادة مما سخر الحق تبارك وتعالى من كل ما في السماوات وما في الأرض لخدمة الإنسان. كذلك البحث العلمي سبيل القوة التي تحقق الحماية والبقاء لأي أمة من الأمم، إذ إن البحث العلمي يأخذ بيد الفرض والجماعة إلى ما فيه أمنها وقوتها. كذلك البحث العلمي يسر الحياة الرغيدة وينظم التواصل بين بني البشر مع أنفسهم ومع الكون ومع ما في الكون من خيرات سخرها الحق تبارك وتعالى لخدمة الإنسان. أيضا من أهمية البحث العلمي أنه يحقق الراحة للإنسان إذ إن حاجاته في الحياة كثيرة ويسعى جاهدا لتحصيلها وتحقيقها ويأتي البحث العلمي ملبيا لبعض هذه الحاجات التي يحتاجها الإنسان. كما أن البحث العلمي يخفف الآلام عن الإنسانية كلها سواء كانت مادية أو معنوية أو روحية إلى غير ذلك. وبعد أن وقفنا على أهمية البحث نستطيع أن نقول إن البحث العلمي له أركان أو أصول أربعة. هذه الأركان في مقدمتها الباحث وهو عماد العملية البحثية من أولها إلى آخرها. هو الشخص الذي يقوم بعمل البحث من بدايته إلى نهايته إذ لو لا الباحث ما كان هناك بحث. ثانيا موضوع البحث. وموضوع البحث هو العنوان الذي يختاره الباحث لماذا؟ ليكتب فيه أو ليحل من ورائه مشكلة أو يبحث عن قضية يحقق الموضوع من خلالها. كذلك من أهم أركان البحث المنهج إذ إن البحث إن قام على منهج كان واضحا. المقصود بمنهج البحث هو الخطة التي يضعها الباحث لماذا؟ ليسير عليها في بحثه حتى يصل لنتائج. إذ لو لا الخطة لكان البحث مرهلا. وكذلك من أركان البحث نتائجه. والمقصود بالنتائج هي ما ينتهي إليه الباحث من استنتاجات أدى إليها بحثه بأدلة ثابتة وحجج قوية حاصل عليها من بحثه. والقناعة التامة دون أن يكون هناك أي أثر خارجي للباحث سوى الحقيقة التي يبحث إليها. وبهذا نكون قد وقفنا على أركان البحث وخصائصه وأهميته. فماذا عن نقاط سنتعرف عليها في الشرائح التالية؟